هذا الكتاب يعد من أهم الكتب في هذا القرن لماذا؟ الملاحدة والمستشرقون كثيرا ما طاعنوا في النص القرآني فقام عالم هندي اسمه محمد مصطفى الأعظمي وصنف هذا الكتاب وأتى بمفاجأة غريبة ولأول مرة في عالم البحوث والدراسات قدم هذا العالم دليلا ماديا دقيقا على أن القرآن كلام الله وأثبت بطريقة أكاديمية أن القرآن لم يطله التحريف طبيع الكتاب ومات المؤلف رحمه الله قبل نشر الكتاب فما قصة هذا الكتاب؟ النص القرآني الخالد عبر العصور هذا الكتاب نتاج جهد أكثر من عشر سنوات تجعل القارئ أمام مقارنة مرئية سهلة الاستيعاب فكرة الكتاب بسيطة سهلة الفهم تدور حول محور مقارنة إحدى سور القرآن كلمة كلمة بين مصحف مطبوع في الوقت الحاضر وهو مصحف مجمع الملك فهد لكونه أكثر شيوعا في العالم مع مصاحف قديمة ابتداء من القر الأول الهجري حيث عصر الصحابة وحتى يومنا هذا الشيخ مصطفى الأعظمي اختار سورة الإسراء ليقارن كلماتها كلمة كلمة من بين مجموعة مصاحف من عصور مختلفة ومن دول مختلفة ومصادر مختلفة مصحف المكتب البريطاني والذي يعود إلى القرن الأول هجري ومصحف صنعاء ومصحف سمرقند ومصحف طوب قابي المنسوب لسيدنا عثمان ومصحف علي رامبور ومصحف تونس ومصحف حكيم أغلو ومصحف ابن مقلى ومصحف ابن البواب ومصحف ياقوت المستعصمي وغيرها من أنفس المخطوطات للمصاحف في العالم تسعت عشر مصحفا من عصور مختلفة فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة مذهلة توافق كل المصاحف وبدقة عالية حتى فيما يتعلق بالهجاع إنا نحو نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون سبحان الذي أسرى بعبده ليلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذه السطر الأول مصحف الملك مجمع ملك فهد ثم نفس المصحف لكن من غير نقط ثم هذا المخطوطة الأولى هذه تعود إلى المكتبة البريطانية وهنا نتابع مصادر هذه المخطوطات هنا من المكتبة البريطانية وهذا مصحف صنعاء وهذا مصحف سمرقند وهذا مصحف ستوب قابي وهذا مصحف علي رامبور وهذا مصحف تونس وهكذا بقية المخطوطات عندما طالعت هذه الورقة من هذا الكتاب قبلت كل مخطوطة من هذه المخطوطات الله أكبر الشيخ المصطفى العظمي كان مولعا بمادة الرياضيات منذ طفولته وحتى عندما تحول مسار حياته إلى حقل الدراسات الإسلامية ظل هذا العالم الهندي قادرا على الاستفادة من المبادل الأساسية للرياضيات فيما يقوم به من أعمال وهذه الدراسة التي بين يدينا ليست استثناءا حيث يعتبر البرهنة بدون كلمات في الرياضيات إحدى طرق الإثباتات الرياضية التي تعتمد على العناصر البصرية بدون أي تعليقات مصاحبة فمثلا متسلسلة مجموع الأعداد الفردية المجبة تعتبر دليلا بصريا على أنها مربع كامل أو إثبات نظرية فيثاغورث بدون كلمات هذا الكتاب ينتهج نفس منهج الدليل الإثبات البصري هذا الكتاب يناقش إقامة الدليل على سلامة النص القرآني بدون اللجوء إلى كلمات لاحظوا الكتاب شوفوه يركز فقط على عرض النصوص والمخطوطات ما في كلام ولا في بربرة ولا لاب 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 مجرد عرض النصوص فهو يعتمد على الدليل البصري الشيخ الأعظمي لما عرض لنا نسخ المخطوطات ما جابها من مكان مجهول أو من مكتبته الخاصة بل هي مرقمة ومسجلة في المكتبات العالمية يعني يمكنك أنت أن ترجع إليها وتتأكد هذا المشروع العلمي يعد دليلا ماديا على حفظ الله تعالى للقرآن وقد كتبه الشيخ الأعظمي باللغتين العربية والانجليزية لاحظ هنا سبحانا 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 هذه الكلمة من كل المخطوطات من القرن الأول الهجري إلى يومنا هذا وثم سبحانا الذي 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 كلمة كلمة كل الكلمات جعلها مقارنة بالكلمات كلها مطابقة هذا القرآن الكريم خلال 15 قرن لم يتغير ولن يتغير منذ عهد الرسالة ثم عصر الخلافة ثم الدولة الأموية وبعدها العباسية الأولى ثم العباسية الثانية وجاءت دولة السلاجقة والأيوبين والمماليك ودولة المرابطين والموحدين والدولة العثمانية وغيرها وغيرها مرت الدول الإسلامية خلالها بالحروب والدمار والتتاري والاستعمار سقطت دول وقامت دول وبقي القرآن خالدا لم يتغير خربوا مدن الإسلام أبادوا شعبه قتلوا علماء أحرقوا كتبه أغرقوا تراثه في نهر دجلة لكن بقي القرآن كل صفحة وكل سطر وكل كلمة بل كل حرف يبقى حجة على كل إنسان بعد هذا الكتاب يأتي أي مستشرق أو ملحد ويطعن في صحة القرآن أو يقول صوت أقول له روح روح بلط البحر أيها المستشرق أيها الملحد إن كنت لا تؤمن بهذا القرآن فهذا شأنك أنت أما أنا فإني أتحداك بهذا القرآن اتني بأي كتاب تبع أي مذهب أو ملة أو دين أو نحلة حافظ على نصوصه لمدة مئة عام فقط لا أقول ألف واربعمائة سنة فقط مئة عام لن تجد ألا تطلبون دليلا ماديا على وجود الله هذا من الأدلة على وجود الله فأتيني بمثله لا وأزيدك حفظ الله تعالى القرآن في الصطور كما حفظه في الصدور فوالله الذي يرفع السماء بلا عمد لو أحرقت أو اختفت جميع المصاحف عن وجه الأرض لأملينا القرآن من صدورنا